المانحين وفرت ملايين من الليرات الاسترلينية في المساعدات العسكرية لنوصيلها للقوات العسكرية الاوكرانية ومنها صواريخ مضادة للطائرات ستايف تي متخطية لسرعة الصوت وصواريخ مضادة للدبابات ورخيرة دقيقة قادرة على التحليق في الجو لضرب الأهداف والمزيد من أجهزة النظر الليلي وغيرها من المعدات العسكرية التي وفرتها بريطانيا أولاف وأنا نتفق على أن دولتين والحلفاء عليهم أن يفعلوا المزيد لمساعدة أوكرانيا أوروبا التي عرفناها منذ ستة أسابيع غير موجودة اليوم فإن غزو بوتين قد زعزع نظام الأمن لقارتنا ولكن إن طموحه بتقسيم صفوفنا قد أخفق فيه على عكس ذلك لقد نجح في توحيد الصف الأوروبي والتحالف عبر الأطلسي في دعم أوكرانيا وفي تضامن قوي لبعضنا البعض الآخر لقد عزز من عزيمتنا وركز من تركيزنا وحس أوروبا على إعادة تسلح سويا من أجل المحافظة على الأمن المشترك بريطانيا وألمانيا ستتعملان من أجل تعزيز قدرات القوات العسكرية في البلدين من أجل أيضا نعقد جلستين مشتركتين بين حكومتنا في السنة القادمة وأيضا مع قمة الناتو في يونيو وأتطلع إلى الاندمام إليك أولاف في شلوس ألمو في اجتماع القادم لمجموعة السبعة هو واقع جديد فرضه غزو بوتين على أوكرانيا بريطانيا وألمانيا تناصران الدمقراطية بالشغف وتؤكدان على التزامنا لأمن أوكرانيا وشكرا شكرا جزيلا سيد بوريس لقد التقينا عدة مرات خلال الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة وآخر مرة التقينا كان في برسلنس خلال اجتماع مجموعة السبعة وأنا سعيد بالقول أن لنا فرصة التبحث اليوم من المهم أن نتبادل وجهات النظر خاصة أنا سعيد بهذا التبادل اليوم في لندن أنا شخصيا بدون الاعتماد على الهاتف أو دورات الفيديو أو أشكال أخرى ألمانيا والمملكة المتحدة مع حلفاء مشركائهم سيواصلون هذا الجهد المملكة المتحدة وألمانيا الصديقين ونحن ننظر إلى الشرق وإلى الهجوم غير القانوني لروسيا على أوكرانيا والذي تسبب في كثير من الموت والمعاناة والتدمير إن الصور التي رأيناها في بوتشا وفي ماريوبول ومن أماكن أخرى والهجمات السافرة التي رأيناها هي صادمة ويجب أن نقول أنها مروعة وهذه الحرب مروعة لها نتائج تدميرية والعديد من الضحايا في أوكرانيا قتل المدنيين هو جريمة حرب والرئيس الروسي يتحمل مسؤولية هذه الجرائم بوريس جونسون وأنا نتقاسم هذا التقييم ونجد أنفسنا متوافقين مع المجتمع الدولي على ضرورة احترام القانون الدولي لذلك ندعم أوكرانيا بكل الوسائل المتاحة ألمانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة قمنا بتغيير موقفنا إذا ما حدث في 2014 وبدأنا في بعث الأسلحة إلى أوكرانيا نحن نقوم بهذا بشكل مشترك والهدف هو تعزيز قدرات الدفاعية لفكرانيا أمام هذا الاعتداء يجب أن نقوم بكل ما هو ممكن لإنهاء القتل لذلك نطلب من روسيا مرة أخرى أن توافق على وقفة لإطلاق النار وعلى سحب قواتها نحن في حاجة مؤكدة إلى وضع ممرات آمنة لأولئك الذين يريدون المغادرة والإجلاة ويجب أن نرى انتهاءاً لاستهداف المدنيين شيئاً أساسي في هذه الاستراتيجية هي فرض كلفة عالية على روسيا لهذه الحرب ولذلك اتفقنا على كل الهياكل وعلى كل العقوبات في إطار مزموعة السبع تحدثنا كذلك مع شركائنا حول هذه المسألة في إطار حلف النايتو نحن فرضنا عقوبات على القطاع المالي وعلى البنك المركزي وعلى قطاعات أخرى وهو أمر لم نقم به أبداً في الماضي هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي فعالة جداً لأن روسيا تعتمد على التكنولوجيا وأوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية ولعيدنا البلدان الأخرى اجتمعت كبلدان ديمقراطية وهذه البلدان تمتلك أحدث التكنولوجيات كذلك فرضنا عقوبات على نخبة الأوليغارك وأنا ممتن لهذه العقوبات ولتوسيع حيزها لكي تشمل كل الحلقة المحيطة بالسيد بوتين لقد تبنينا حزمة من البقوبات مع الاتحاد الأوروبي وقلنا أننا لن نستورد الفحم الروسي وأود أن أقول هنا أن ألمانيا بدأت في التخلي عن التاقة الروسية وبدأنا ننوع مصادرنا لوضع هياكل اللازمة لاستيراد النفط من بلدان شمال ألمانيا وكذلك بأساليب قانونية سنتأكد من أننا قادرون على تطبيق هذه القرارات بشكل سريع لقد فرضنا عقوبات على القطاع المصرفي وعلى الأوليغاركس الروس وسنواصل وفي الواقع أن وحدة أوروبا ووحدة بلدان الناتو ضرورية جدا والسيد بوتين لم يتوقع هذا الأمر وكان متأكد أننا سننقسم وسنختلف ولكن ما يراه الآن هو وحدتنا أحد النتائج السيئة لهذه الحرب والمروعة هي أنه عدد كبير من الناس توجب عليهم الحرب من هذه الحرب والعديد من البلدان في أوروبا استقبلت هؤلاء اللاجئين خاصة البلدان على الحدود مع أوكرانيا مثل هنغاريا وبولونيا ورومانيا ونحن ممتنين لهذه البلدان ونعلم أن بلدان أخرى مثل جمهورية تشيك وجمهوريات أخرى تلقوا العديد من الناس واستقبلوهم في بولندا الآن هناك أكثر من مليونين لاجئ وفي ألمانيا لدينا أكثر من 300 ألف لاجئ ونحن ممتنين لكل البلدان التي تشارك في تحمل عبء اللاجئين نحن لا نعلم كيف ستتطور هذه الحالة نحن نرى أنواع متعددة من الهجرة خلال الأوقات الأخيرة هناك نساء وهناك أطفال وهناك مرضى كلهم في حاجة إلى مساعدة وسنلتلم سوية لتقديم المساعدة اللازمة لهم لا يمكن أن نتنبأ بعدد لاجئين في المستقبل ولا يمكن أن نعلم ونتنبأ إن كان هؤلاء الناس يعودون إلى بلدهم أم لا هذا أمر صعب التنبؤ به ولكن ما يمكن أن نقوله هو أننا الآن نقف متكاتفين لمساعدة أولئك الذين يحتاجون مساعدة بوريس ذكر أننا سنعزز تعاوننا على كل المستويات وكذلك سنتشاور على مستوى الحكومات وسنبدأ بعقد اجتماع وزاري ابتداء من السنة القادمة لوزراء الخارجية لسياغة حوار استراتيجي فيما يتعلق بجملة من المسائل مثل الحرب في أوكرانيا والدفاع المشترك ومسائل المناخ ومسائل متعددة بالهجرة كذلك نحن نريد أن نحرز تقدما ونعزز العلاقة ما بين بعيدا لدينا ونبني على الصداقة الطويلة بيننا ونحن نتقاسم القناعة التي مفادها العلاقة الجيدة هي شيء جيد لا بيننا كرؤساء لدول ولكن بين شعوبنا أولف نفتح المجال للأسلام من وسائل الإعلام المراسل بي بي سي تقديم أسلحة لأوكرانيا بدون أن تتفاقم الأزمة الأسبوع الماضي زدت في أذراءب لكثير من العائلات والأسر في المملكة المتحدة ما هو رأيك؟ أولف شكرا على سؤالك ولكن أعطيك جواب واضح نحن نقوم بكل ما هو ممكن ونقوم بالكثير وأعتقد أننا اتخذنا قرار صعب للابتعاد عن التاقة الأحفورية ونحن في المستقبل سنستعمل الطاقة المتجددة لإحتياجاتنا من الطاقة وسنستعمل طاقة الريح والطاقة الشمسية وسقوم بالاستثمار في البنية التحتية ولكن هذا أمر نتطلب عشرين سنة لتحقيقه وهذا الأسبوع أخذنا قرار وزاري وقمنا بسن قانون لتسريع وتيرة هذه القرارات وكذلك في إطار تغيير الأطر القانونية من المهم جدا أن نفهم أن من هنا إلى ذلك الوقت سيكون من الضروري أن نتحصل على موارد تاقية خارج روسيا في ما يتعلق بالنفط والفحم بدأنا في هذا التحول منذ السنة الماضية وفي إطار القرارات التي اتخذناها مع شركائنا في الإرحاد الأوروبي لتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية نحن نعمل على إنهاء اعتمادنا على النفط الروسي ونحن نعمل كذلك على تحقيق استقلالنا عن الغاز الروسي كذلك وكما تتصور هذا أمر ليس بالسهل لأنه يتطلب بإذنية تحتية يجب بنائها أولا ويجب هناك أن تكون أنابيب ويجب أن تكون هناك مرافق مستعدة لأستقبال الغاز المسيل ولكن نحن بدأنا في هذا الإجراء وبدأنا في الواقع قبل حتى بدء هذه الحرب لأننا كنا نتوقع مثل هذه الصعوبات ويمكن أن نؤكد لك أننا نقوم بأكبر استثمارات ممكنة وبكل ما هو ممكن لتحقيق استقلالنا وسننجح في ذلك شكرا جزيلا بالنسبة لسؤالك السياسي البحلي وأكد على أن المستشارة القنونية تفعل عملا جيد جدا ولا يجب أن تزج الأسر البريطانية في هذه المسألة أما عن سؤالك عن الأسلحة والمساعدات إلى أوكرانيا ومسألة التصعيد أقول بأن بوتين قد صعد هذا النزاع وقد قام ببطش وقتل الأبرياء في بوتشا وفي ماريو بول وفي الأماكن الأخرى وهذا مروع ما نسعى إليه هو مساعدة الأوكرانيين لحماية أنفسهم ولحماية عوائلهم وديارهم وهذا مسألة معقولة جدا من الناحية الأخلاقية بالنسبة لتزويد الأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ المضادة لطائرات وغيرها سننصق مع الحلفاء والأصدقاء الذين يمكن أيضا أن يرسلوا المساعدات إلى الأوكرانيين مساعدات قد تكون مفيدة لهم وعلينا أن نعرف ونكون على يقظة على ما هو مفيد لبوتين فهو جيشه إن بعض الحزم الموجودة لدى حلف الشمال الأطلسي قد لا تكون ناجعة في مساعدة الأوكرانيين وإنما قد ما نراه من دول حلف ورسو السابق أن تساعد في هذا المجال ولكن الحدود بأنه وليس هنا لك مشاهدين أن قلنا لحضرتكم جانبا من وقاع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس من العاصمة البريطانية لندن بعد قليل نأتيكم على رأس الساعة بمجزلة هم الأخبار ابقوا معي